السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر الفيديو جديد ويوم جديد والنهاردة كده بقى احنا نعمل مع بعض الفترة المشاسد بطريقتين اسهل من بعد بس قبل من نبدأ اللهم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله كهن وما المشارك يكون وما توفيقي الا بالله سمى بكم يا احلى واغلى متابعين يلا بقى كده لايك للفيديو واشتراك في القناة فضلا وليس امرا اللي امتابعني بقى وجودكم دايما مشرفني وتاجع على راسي وربنا يا ربي اكتب لنا كده التوفيق بكم ان شاء الله والأول مرة يشوف القناة يسعدني ويشرفني الاشتراك فيها فضلا وليس امرا كلمة اشتراك تحت الفيديو بنون لحمة هل تضغطوا عليها وبعد كده يزر علامة الجرس وبعد كده كلمة الكل وكده تكون مشتركين عندي في القناة وتتركوا جميع الاشعارات اول منازل الفيديو على طول يلا بقى كده نبدأ فيديو النهاردة ونشوف هنعمل مع بعض الفترة المشالتة ازاي بطرقتين اروع من بعض واسهل من بعض الطريقة المعتادة وكمان بقى طريقة جديدة كده هنعملها مع بعض يلا بقى كده احلى واغلى متابعين لايك بقى الفيديو واشتراك في القناة ويضل بقى ندخل المكونات وطريقة التحذير ونشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة اول حاجة هنا هنعمل اتنين كيلو دقيق بس هعمل كل كيلو لوحده حطت عشان طبعا العجان ما اضغطش عليه وحطت الاتنين كيلو مرة واحدة اول عجان صغير وقالت بقى اعمل كيلو كيلو اول كيلو حطت عليه معلقة ملح وثلاث معلقة سكر معلقة ملح صغيرة او ثلاث معلقة سكر اه وسط يعني مش كفر اول صغير اول وبعد كده بقى المياه هتبقى هحط اول حاجة كده كوب بيتين وبعد كده عشان طبعا دي بختلف من دقيق للتاني فمش هنحط المياه تكون مرة واحد فحط كبايتين وبعد كده هنشوف هناخد يعني هنشوف دقيق تاني معه بعد طبعا يعني دي بختلف النوع للتاني فمياه دي خالص من الحنفين طبعا هو كده يخد معيه كبايتين ونص مياه حطت كبايتين في الاول وبعد كده نص الكباية التانية حطتها بقى كده لما الدقيق يتلم مع العجينة وقلت بقى يحط النص اللي قدتها محتاجة نص كباية مياه كمين يبقى كده ادي الكيلو ديق هياخد كبايتين ونص مياه عليهم معلقة ملح صغيرة وتلات معالق سكر ده كده اول حاجة واول كيلو بقى عجنت معاكم وعملت معاكم الفتر المشال تتقبل كده على طريقتي وطريقة والدتي برضو في كل فيديو لوحده وكان كله احسن من بعده بقى ترجعوا كده هتركوا لينكات الفتر في صندوق الوصف العزباء يرجع لفيديو آآ الفتر مع والدتي وكمان فيديو برضو عملت الفتر لوحده فان شاء الله كده هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف هعمل بقى العجينة التانية اول كيلو التاني حط برضو كبايتين ونصف مياه علي كيلو الدقيق ومعلقة مالح وتلات معلق سكر يلا بقى كده يا احلى متابعين طبعا ممكن بقى تطلعيها كده بعد ما تعمليها تفرد ديها كده بقي ديك عشان تبقى معاكي آآ كده آآ ما تلزقش معاكي بشوية ديك كده برضو على الرقامة وتعملي فيها زي ما انا شفت كده هقطع بقى كده العجينة هقطع على خمس آآ كور او خمس قطع آآ علشان طبعا آآ نعمل بقى خمس فطير بس طبعا بس طبعا بس طبعا بقى قطعتهم خمسة عملتهم اربعة يعني لقيت كده تنين طغيرين فضمتهم مع بعض وخلتهم اربعة احسن عشان طبعا حسب الصواني اللي عندك آآ تقطع بقى كده عليهم هنا بقى هسيبهم يرتاحوا يعني ربع ساعة بس مش اكتر مش هيخمروا الحاجة بس العجينة بس لترتاح جبت بقى هنا ربع كل زبدة واحط عليهم آآ معلقة صغيرة مسح كده من الباكنج بودر هقلبها كده على الزبدة طبعا الزبدة افضل نوع آآ علشان الفطير جديك كده الطعم الحلو فهنا بنحط بقى كده آآ الزبدة بتبقى احسن بقى 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 ما تنسوش اللايك للفيديو عشان طبعا كده ان شاء الله مستمرين لان يوفقنا يا رب العالمين عدى بقى كده الفطير اهوت وجايبي برضو دي عشان هفرد برضو على الدي و هفرد على الزيت يعني زي ما انت عايزة ممكن تفردي الفطير على دقيق و ممكن تفرديه على الزيت اول حاجة كده معاي رش الدقيق وهنعمل بقى الفطير اللي هو بقى الجديد او النوع اللي هو الحديث اللي هو بقى غير المعتيد هفردها بقى يعني هخليها كده سمك نص صنطي مش هفردها قوي يعني هفرد بس كده العجينة حاجة بس اده خلص بالنشابة او بالفرادة وبقى دي بقى بحط بقى عليها كده الزبت اهيت زي ما تلك بتبقى يعني دوبك بس فردت العجينة كده ومش وقادي زي ما انتم شايفينها قادي سمكها اهوت نص صنطي وهبرن بقى العجينة كده ولفها ده كده اول نوع معايا من الفطير هنعمله بالطريقة دي هلمقها بقى كده وقاف في الاطراف وعلى صنية او او حاجة يعني يكون فيها رش بقى عليها دي او رشد زيت وبتحط بقى كده اول فطيرة معانا اهيت طبعا اللي بعملها بغطيها برضو على طوب ده كده برضو ادي النوع التين اهوت طبعا بقى كده جبتها بعد ما ارتحت كده اه عشر دقايق بالفرادة برضو وبفرد فيها هي اتبط بطها كده الاول بايدي الاول وبعد كده بالفرادة بفرد بقى كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده بعد كده برضو جبت الزبدة وبرضو بمشي عليها او بحط كده في قلبها الزبدة برضو زي ما توجد احسن نوع للفطير ببقى الزبدة ايه بقى انت حسب امكانيتك بقى الزبدة اللي انت عايزها هتجيب بيها طبعا كلنا عارفين الفطر ببقى دسم شوية ببقى مليا بقى آآ دهون فلازم بقى لابد من الحاجات دي بسكينا بقى كده وبعد ما فردت بقى الفطير من فوق بقى دلتحت يعني بقى عمل في كل واحدة كده من فوق تلاتة سنتي ومن تحت تلاتة سنتي او حسب بقى العرض العجينة معاكي او عرض الفطرة معاكي بيجيب بقى كده زي ما انتم شايفين بفرد بقى كده وبعد ما بقى لماها يعني كل واحدة بتحطيها بتشديها برضو كده عشان تطلع مورقة معاكي وبتتنيها بقى عن ناحية تاني كده بتشدي كده من تحت وتحطيها عليها وبرضو ناحية دي وبعد زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده بشد كل واحدة باتنيها بحطها الاول قبل ما لمها بشدها الاول عشان تطلع برضو مورقة معاكي وتكون رؤية معاكي ده طبعا كده انا ما عندكيش بقى مكان تفردة عليه هتعملها بالطريقة البسيطة الجميلة ديت وطعمها جميل برضو زي ما ترك يعني اه هنعمل نوعين مع بعض ده كده اول نوع معي من الفطير هحطها بقى كده ترتاح على ما نعمل بقى النوع التاني من الفطير وهو النوع البقى المعتاد هغطي بقى عليها كده باكيس نايل واركنها بقى على جمب على ما نعمل بقى النوع التاني ده بقى النوع التاني اهوت برضو بعد ما فرضتها كده بايدي الاول ومن فوقل 타ق من من نصر كده şeyler الاطراف آه بالنشابة وبعد كده بايدي بقى وبشدها زي ما شايفين كده طبعا ده انت برضو مكانها زيت الاول على رخامة زيت وباشد كده بعد كده بقى احتد زبدة وايه دي بقى بلمة كده الاطرف بقى مع بعض دي بقى الطريقة المعتادة اللي كلنا عارفينها من ايام بقى زماني وايام اها اجدادنا بقى هي دي الطريقة المعتادة وكل واحد بقى يعمل الحاجة اللي تريحه والامكانات الموجودة عنده لو عندك مكان كان ايام زي بنبقى على الطبريقة وبنعمل بقى الطريقة دي لكن بقى دلوقتي عاد بقى ما عادش في طبولي زي الاول فبنبقى بقى المكان يكون صغير فممكن بقى تعملي ده هي الطريقة الحديثة اللي هي بالسكينة ديت ما بتحتاجش يعني اه فرد كتير ولا حاجة بعد بقى ما سبتوهم بقى ربع ساعة برضو يرتاح اهم حاجة اللي عاجينة ترتاح معاك عشان تفرد معاك على طول عملت اتنين بالنوع بالنوع اللي هو الفرد والنوع واتنين بالنوع اللي هو الحديث على وش بقى الفطر كده دي كانت عندي بقى زبدة في الفريزة طلعتها اداء اشطة كانت في الفريزة طلعتها وبعد كده اه على وش بقى الفطير وزي ما انتم شايفين كده طبعا حسب الصينية اللي عندك هتفرد فيها طبعا لو انت بتفردي لقتيها هتبقى رؤية معاك ما تفردهاش قوي عشان تطلع كده معاك الفطرة طرية وما تكونش نشفة ممكن ما تكملش بقى فرد في الصينية وتسيبيها زي ما نهاعمل كده لقيتها بقى كده خلاص محتاجة يعني مش هفردها اكتر من كده فاسبتها عشان ما تبقاش واسعة في الصينية وتكون رؤياء بعد كده على وشها بقى كده ده انت برضو الاشتاء هوت طبعا الاشتاء كده بتحمر الوش بتخلي بتدوله طعم وتخلي كمان لونه من من على الوش كده متحمر وجميع شايفين بقى بتفرد معايا وجميلة هي طبعا العجلة مرتاحة وكمان مقدرها مصبوطة فبتفرد بقى معايا على طول في الصينية كده بقى وانا بعمل كده مولا على الفرن طبعا الفطر بيحب النار تكون عالية فمولا بقى الفرن وانا شغالة كده وطبعا بعد ما بتدخلي بقى هعمل بقى دي الفطرات التالتة اهيت دي ما تركه عملت فطرتين من نوع وفطرتين نوعتين اللي هي العادية اللي هي المعتادة اللي احنا بقى بنفردها وقادي النوع التاني اللي هو بقى النوع اللي هو اللي الحاديث دوت اللي انت بقى بتعمل زي ما انت شايفة كده طريقتها سهلة وجميلة وزي ما بتوكوا كل ما تحط بقى يعني الخطوط دي على بعضها ممكن بقى تشدي كده عشان تطلع معاك مورقة وتكون حلو متى بتبسوم على بعض كده تكون بتشدي بقى عشان تطلع معاك اه تكون خاصية كده ومورقة ما تكونش مكفوطة ولعت بقى اهوة زي ما بتوكوا بيولعته من تحت وفوط طبعا لكل بتجازل عادي هتولع من تحت بس على نار شديدة والخطيط وبعد كده تقطع عصابة من تحت وبعد كده لما تاخد بقى لون كده والفترة تقب معاك هتطفي من تحت وتولع من فوق هنا بقى كنت بضير اهوة يعني الحاجة اللي بلاقيها خدت لون كده عشان نشوية طبعا زي ما تشايفين الاجناب ديات فلازم ان احنا بقى نضير كده الفتر معينا عشان زي ما انت شايف يعني الحاجة اللي قدامك انت هتلفي هتقعد بقى كده تلف في الصينية عشان يطلع معاك كله ياخد لون بالشكل ده واده بقى الفتر هوات بعد ما طلع طبعا هغطيه بقى على بعض عطره ولسه سخن طبعا لو انت عايز الفترة تكون طرية هتغطيها هتحطيها على بعضه آآ عشان يطلع معاك طارية كده وهو سخن وبعد كده بقى تكليه بعد ما آآ يبرد شوي لكن بقى لو انت عايز يا كده يبقى مقرمش ونشف هتسيبه كده مكشوف بقى منه الهواء على طوق. ادي بقى الفترة هوات زي ما تركها هغطي عليه واسيبه بقى عشان يبقى معاك طاري وجميل حطه كمان عليه الفوطة آآ غطته بالسواني وبعد كده هحط عليه الفوطة بعد ما لميته على بعض. طبعا كده على ما يبرد بقى ولتنشوف المطبخ بقى فيه ايه وشطب الموعين عشان يبقى كده مطبخي نظيف. اخسل برضو ما كان ما كنت باستعمل اهوات. ده هنا بقى ما كنت بقى اعمل الفطير قلت بقى اخسل الموعين قبل بقى ما احضر الغد. هنا خلاص بقى بعد ما شطبت المطبخ قلت بقى احضر الغداء طبعا الفطير اهوات كان بقى يعني سخنة اوه شوية بس لازم بقى ان انت اول ما تطلع من الفرن تغطيه على طول علشان يطلع معاك بقى طري وما يكونش ناشف عشان طبعا اولادنا الصغيرين بيحبوا كده يكون طار معاك ما يكونش ناشف لو ناشف بقى بتبهدل بتلاقي فطيرات كده تبهدلت معاك وكلها بقت آه ناشفة كده وخفيفة فطبعا اللي انتبقى لما تكون طريها كده وason就是 وتكون حلوة. آه طبعا بتبقى تتكل كلها وما بترمش منها حاجه آآ غير طبعا تكون ناشفة بتتبهدل معاك وبتلاقي مرمي ترمي منها كتير. وقادي بقى الفترة هوت طبعا هنا حضرت آآ العسل حطت تعليط وحينا وقادي الجبنة اللي هي الحدقة والجبنة المش وكمان حطت بقى الاشتراكت زي ما قتلكوا حطها في الفرزة طلعت برضو منها وقادي الفترة المورة والجميلة هوت يا رب كده طريقة النهاردة تكون عجبتكم مونيلة رضاكم احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر لو الفيديو بقى اعجبكم وطلعت في عمال الفترة عجبتكم لايك بقى الفيديو واشتراك في القناة فضل المناسة امرا في رعاية اللي هي احلى واغلى متابعين مع الفيديو سلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته